نجد أن مصطفى سعيد قد تربى في السودان وتعلم في المدارس البريطانية في السودان وسافر بعد ذلك إلى الغرب وأحتك واصطدم بحضارتها ألا ينطبق هذا الوصف أيضا على الطيب الصالح فهو الآخر قد تربى في السودان ودرس البداية في السودان ثم ذهب مصطدما بالحضارة الغربية صحيح ينطبق علي أكيد وينطبق على آلاف آلاف مؤلفة من ناس آخرين مش بس في السودان في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي المغرب شوف إذا طبعا بتشير إلى علاقة الكاتب بفنه وده قضية طويلة في الأدب الكاتب كما أقول دائما ويقول غيري موجود فيما يكتب ولكنه ليس موجودا بشكل مباشر يعني أنا لو جعدت وشفت حياتي وقمت رسمت شخصية متمشية مع أحداث حياتي وحاسيسة ما عملت شيء أنا أؤمن بالحكمة التي قالها الأستاذ الكبير الروائي واحد من المعلمين في فن الرواية اللي هو جريهام جرين جريهام جرين يقول إن الكاتب يجب أن يقطع الحبل السري الذي يربط بينه وبين التجربة الكاتب يعيش التجربة ولكن في مذهبي يجب أن ينساها حتى لا تعود تخصه بعد كده بيطلع هو بشكل ما لكن عشان أنت تعرف النظر الكلية لأي كاتب لازم تقرأ كل أعماله ومع ذلك لا تجده